دكتور أسامة هل يمكن قول أنه يمكن أصعب وأهم دور قدمته في مشوارك؟ ما فيني أقول أنه هو أصعب وأهم لكن فيني أقول أنه من أعز وأكثر الشخصيات اللي كانت قريبة مني واللي قدرت إلى حد ما أعتقد أني قدرت أني شوف الدنيا من خلال عيونه بوقتها والله العظيم والله العظيم والله العظيم ثلاث مرات لما تركته لأسامة في آخر يوم تصوير حسيت أني أنا تركت إنسان والله العظيم هذه الدرجة كان والله العظيم لما تركت لما سبت تيابه شلحت جاكيته وغراده وبعرف أنه أنا خلص ما أتشوفه حسيت أني لمين تركته والله العظيم ما قدرت ضليت؟ يعني باصل تركته هيك لحاله إجا مسلت فيه مسلسل وراح استغربت كثير الموضوع طيب قدرت ضليت لما قدرت تتخلص منه من آثاره من وجوده معاك؟ هو خلاني أفتح مثل ما بيقوله خلاني أفتح شوية سنديق سودا كل ياتنا نحن كبشر عنا سنديق سودا أحيانا نقفلها وما منفتحها وساما خلاني أفتح بعض السنديق السودا اللي كانت موجودة عندي في حياتي ضلت ملافقتني حركاته بالطريق أكثر حدا بنتبع عليه زوجتي يعني ناهد بتقلي أنه أنا كل سنة بدي عيش مع بني آدم خلصني بقى يعني على أي شو بدي إثبات مع مين بدي يتعامل